الحمد لله الحمد لله الذي منح أحبابه حلاوة الطاعة ومنعهم من اللغو واللهو والإضاعة وخصهم بأجزل حظٍ وأفضل بضاعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة رضًا ويقينٍ وقناعة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام الأرفع والوسيلة والشفاعة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى قيام الساعة أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واذكروا أنكم في موسمٍ عظيم وزمنٍ كريم طوبى لمن صام نهاره فصان صيامه وقام ليله فأحسن قيامه أكبَّ على تلاوة القرآن وحفِظ الجوارِها عن العصيان وعمر بالخير القلب والأردان عباد الله ما زال شهرُّر رمضان يُضِلُّ أهل الإسلام بأنواره ويفيضُ عليهم من أسراره مما به صلاح نفوسهم ونقاء أرواحهم واستقامة أخلاقهم وإن من خير ما يغنمه الصائم من جليل الخلال وجميل الخصال الصبر كيف لا وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الصبر بقوله صوم شهر الصبر وثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ صوم الدهر أخرجه الإمام أحمد ففي الصوم حبسٌ للنفس عن شهواتها وصبرٌ منها على ذلك طاعةً لله وقربًا فكان الجزاءُ الرباني الصومُ لي وأنا أجزي به وما أبلغه من جزاء وأسبغه من عطاء أيها المسلمون أيها الصائمون القائمون الصبرُ جماعُ الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وقوةٌ في النفس تمنع صاحبها من فعل ما لا يحسن أمر الله تعالى به فقال يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهو سبحانه يحبُّ الصبر وأهله حيث يقول والله يحبُّ الصابرين والصابرون في معيَّة ربِّهم يكلأهم برعايته وعنايته قال سبحانه إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبَّر يُصبِّره الله وما أُعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر أخرجه البخاري ومسلم وقال عُمَرُّ رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وإن من خير الصبر يا رعاكم الله الصبر على الطاعات والصبر عن المحرَّمات فذاك أساسُ الإيمان وسيمةُ الإحسان قال الحقُّ سبحانه ربُّ السماوات والأرض وما بينهما فاعبُده واصطبِر لعبادته فالصبر على الطاعات بالمحافظة عليها والإخلاص فيها وحُسن إقامتها والصبر عن المحرَّمات بالخوف من الوعيد عليها والبُعد عن أسبابها وإذا نزِم العبد الصبر أتَتْهُ وفودُ البُشرى فرُزِق التوفيق وأضيئ له الطريق وكانت عُقباه فلاحًا ونصرًا قال المُصطفى صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أخرجه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباسٍ رضي الله عنهما وأعلم أن النصر مع الصبر أخرجه الإمام أحمد ثم الثواب العميم والجزاء العظيم من لدن الجواد البر الكريم إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا جنَّةً وحريرًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة والتعب والنصب ما فيه كان الجزاء عليه بالجنَّة التي فيها السعَة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمَّن الراحة والظلال المنافية للحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تصبروا وتتَّقوا فإن ذلك من عزم الأمور بارك الله لي ولكم فيما أنزل من البيِّنات والهُدى ونفعني وإياكم بسنَّة خير الورى أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ فاستغفروه إنه كان غفَّارًا الحمد لله يخلُقُ ما يشاءُ ويختار نِعَمُه غِزار وفضلُه مِدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم القرار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واظفروا من شهركم بخيراته قبل فواته فعما قريبٍ تنزِلُ بكم عشرُه الأخيرة أشرف أوقاته فيها ليلةُ القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر تنزَّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكان إذا دخلت شدَّ مئزرَه وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ فَجِدُّوا أَيُّهَا الْمُبَارَكُونَ وَاجْتَهِدُوا وأرُوا اللَّهَ من أنفُسِكُم خَيْرًا وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الأئمةِ الْحُنَفَاءِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَنِ الْآلِ وَالْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وَاحْمِ حَوْزَةَ الدِّينِ وانصُر عبادك المؤمنين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمِنَّ في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سدِّد جُندَنا المرابطين في الحدود والثغور كلهم معينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا اللهم أعِنَّ على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك اللهم تقبَّل منا الصيام والقيام وارزُقنا الزُلفة لديك يا ذا الجلال والإكرام ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَى عذاب النار سبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين